أشهر الشخصيات الخيالية في دراما القرن العظيم مما لا شك فيه فإن وجود شخصيات خيالية في أي عمل درامي هو ضرورة لابد منها إلا أن بعض الشخصيات الخيالية قد أخذت حيزا كبيرا من المسلسل لدرجة أن البعض قد ظنوها شخصيات حقيقية وفي هذا التقرير أعزائي سنستعرض لكم أشهر الشخصيات الخيالية في مسلسل حرم السلطان قبل أن نواصل عزيز المتابع ندعوك إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الأعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات ندعوك أيضا إلى زيارة موقعنا مناردفردوس.com والذي تجدون رابطه في صندوق الوصف من أشهر الشخصيات الخيالية التي ظهرت في مسلسل حرم السلطان شخصية صادقة خاتون التي كانت نبيلة مجرية قتل زوجها على يد السلطان يوم زفافهما لتصبح فيكتوريا أو صادقة بعد ذلك جسوسة للملك المجري لايش الثاني سافرت إلى إسطنبول والتقت بنصح أثندي لتنظم على الفور إلى حرم السلطان في الواقع فإن هذه الشخصية هي شخصية خيالية كما أن الأحداث التي ارتبطت بها لا يمكن أن تكون حقيقية أبدا حيث أنه لا يمكن لكل من هب ودب أن يصل إلى القصر ولا يمكن لأي مرأة موجودة في الشارع أن تصبح خليلة السلطان كما أن العالم الكبير مترقجي نصوح أثندي لن يكن أبدا صديقا مقردبا لإبراهيم باشا أو للسلطان سليمان أما الشخصية الثانية التي سنستعرضها في هذا التقرير فهي شخصية رسامي ليو حيث ظهر ليو على أنه فنان موهوب وقدم باعتباره الخطيبة الأول للسلطانة هيام وطبعا فإن العالم الكبير نصوح أثندي كان دائما في الشوارع حيث قدم على أنه هو من التقت ليو وهو الذي أوصله إلى القصر أيضا طبعا كل هذه الأحداث هي أحداث خيالية ولا يمكن أن يذكر شيء كهذا في كتب التاريخ عن السلطانات كما أن الجواري التي كان يتم تقديمهن إلى السلطان كنا في أغلب الأحيان فتيات صغيرات في السن وكان يتم التأكد من بكرتهم مع وجود بعض الاستثناءات طبعا وبالتالي فإن شخصية ليو وكل الأحداث المتعلقة بها هي فقط من وحي الخيال نمر الآن إلى الأميرة إيزابيل فورتونا والتي تمت إضافة شخصيتها إلى المسلسل لإطالة الأحداث وخلق تشويق أكثر إلا أن هذه الشخصية هي شخصية خيالية حيث لم يتم اختطاف أميرة بهذا الاسم ولم يدخل السلطان سليمان في علاقة كهذه أبدا في تلك الفترة التاريخية كان هناك أميرة قشتالية تدعى إيزابيل وهي ابنة ملكين من ملوك إسبانيا إلا أنها لم تقع في الأسر أبدا ولم تأخذ بتاتا إلى الأراضي العثمانية نمر أعزائي إلى الشخصية التالية في هذا التقرير وهي شخصية آيبيكي خانو ظهرت آيبيكي في المسلسل على أنها ابنة أخت السلطان عائشة حفصة وقدمت على أنها ابنة صاحب القرم تمت خطبتها للأمير مصطفى وجمعتها قصة حب مع مأمون أغلو بيلي بيك والحقيقة أعزائي أن صاحب القرم لم تكن لديه أبدا ابنة اسمها آيبيكي النقطة الحقيقية الوحيدة في القصة بأكملها هي أن صاحب جيراي تعاون بالفعل مع السلطان سليمان في حرب مولدوفيا وعلى الرغم من أن بيلي بيك كان شخصية تاريخية حقيقية إلا أنه لا يشبه أبدا شخصيته التي ظهرت في المسلسل حيث لم يكن أبدا رجلا رومانسيا يقع كل مرة في حب مرأة أخرى وإنما كان أحد أمراء الحرب القاسين وأما شخصية الخيالية الشهيرة الأخرى والتي سندرجها في هذا التقرير فهي شخصية فيروز خانو كانت هذه الأخيرة في المسلسل جاسوسة فارسية ولقد تمتعت بمواهب وقدرات مذهلة حيث تمتنت من شفاء آلام الأمير جيهانكير المريض حازت على حب واحترام الجميع قبل أن تكتشف السلطانة هويام سرها ليقوم سليمان بمعاقبتها ونفيها والحقيقة أعزائي فإن هذه الشخصية هي شخصية خيالية هذا رغم أن احتمال وجود جواسيس في أي قصر ملاكي هو احتمال قائم ومع ذلك تبقى شخصية فيروز شخصية خيالية باعتبار أنها لم تذكر أبدا في كتب التاريخ نصل الآن إلى شخصية هوري جيهان التي قدمت على أنها ابنة إبراهيم باشا والسلطانة خديجة في الواقع فلقد ذكرنا مرارا أن السلطانة خديجة لم تتزوج أبدا من إبراهيم باشا وأنهما لن ينجب أطفالا أبدا وبالتالي فإن شخصية هوري جيهان هي شخصية خيالية كما أنه من المعلوم أن الأمير بيزيد لم يفضل أبدا أحد جواريه حيث ولد أطفاله من نساء مختلفات نعم كان للسلطانة خديجة ابنة من زوجها الحقيقي إسكندر باشا إلا أنها لم تحمل أبدا اسمه ري جيهان كما أنها كانت أكبر منه بعشر سنوات على الأقل وطبعا لم يكن لها أي علاقة بالأمير بيزيد الشخصية الخيالية الأخرى التي أخذت حيزا كبيرا في المسلسل هي شخصية مهر نيسا خانو ابنة خيردين بربروسا والزوجة المحبوبة للأمير مصطفى الحقيقة أنه لم يكن لدى بربروسا أبدا ابنة تدع مهر نيسا ولم يذكر أبدا بأن هذا القائد قد كان من أنصار الأمير مصطفى وبالتالي فإن مهر نيسا هي شخصية خيالية بنسبة مائة في المائة أما آخر شخصية سنتحدث عنها الآن فهي شخصية نازلي قدمت هذه الأخيرة على أنها كانت جارية نوربانو وعلى أنها أصبحت مفضلة السلطان سليمان منجبة له ابنته السلطانة راضية والحقيقة أن نازلي هي شخصية خيالية كما أن السلطانة راضية صغيرة من المرجح جدا أن تكون ابنة السلطانة مهدورا وهناك اختلاف كبير حول حياتها أعزائي هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو نتمنى أن يكون قد أعجبكم وإلى اللقاء في فيديوات قادمة تحياتي أنا فرداوس حافظ الرشيد إلى اللقاء حياة يا رائع يا رائع يا رائع